اشتركوا في القناة هذه الجلسة خليني اقول لحضرتك انه تم الحقيقة التصديق على مجلس ادارة الجلسة السابق طبقا للمعمول به اداريا ومجلس ادارة قرر مجموعة من القرارات اتخذها في هذه الجلسة اولها اسقاط عضوية الاعضاء الذين لم يقوموا بتزديد الاشتراكات وتجديد العضوية لمدة سنوات ثلاث وده الحقيقة اتساقا مع اللائحة الجديدة للنادي الاهلي اللي بيمر ثلاث سنين عليه ما بيقومش بتجديد العضوية بتسقط عضويته طبعا وبدخل بعد كده في اجراءات لاستعادة العضوية ده بيحتاج امور ادارية معينة وغرامات فعلشان كده احنا بنهيب بالسادة اعضاء النادي الاهلي وعضاء الجمال الاممية انهم يحرصوا دايما على تجديد اشتراكاتهم في الوقت المقارن خصوصا انها اشتراكات سنوية ويعني بسيطة جدا لاستلام الكرنهات الجديدة والحفاظ على عضوياتهم رقم اتنين مجلس دارة النادي الاهلي وفي مناسبة شهر رمضان المعظم عاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية وعلى الانسانية جميعا حقيقة بكل الخير واليمن والبركات وافق على اقامة دورة رمضانية في كرة القدم لأعضاء النادي بدءا من النشط مواليد 2005 2006 2003 2004 2002 2001 1999 98 تبقى دورة واحدة ومن 90 فما فوق دورة رمضانية في كرة القدم هيعلن عن تفاصيلها في النشاط الرياضي وعلى الموقع الرسمي للنادي الاهلي لان الحقيقة شهر رمضان من الشهور اللي الدورات الرمضانية بتكون فيها علامة يعني الحقيقة وتقص من تقوسه كمان النادي الاهلي او مجلس دارة النادي الاهلي اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيف في هذه الجلسة المهمة استعرض ما توصلت اليه اللجنة المشكلة لإدارة المصيف الجديد لأعضاء الجميع العمية للنادي الاهلي في الساحل الشمالي في مرينة خمسة والفندق الحقيقة المحترم اللي المجلس الإدارة استطاع أنه يقوم على إيجاره بالإضافة إلى الشاطئ الخاص الحقيقة أنه كانت بعض الأخبار توطرت والبعض تحدث على مواقع السوشيال ميديا عن أسعار خاصة بالمصيف عن أنه تم توزيع الفندق بكل أفواجه وأسابيعه المختلفة على مجموعة من الأعضاء دون غيرهم وده كلام الحقيقة عالي تماماً عن الصحة النادي الأهلي ونهج إدارته ومجلس إدارته أنه بيكون فيه الحقيقة معايير واضحة وشفافة وفيه عدالة تامة في مثل هذه الأمور وفيه خلال 48 ساعة سيعلن عن كل التفاصيل وعن الأسعار وعن إجراء قرع علنية يعني أي شخص يرغب من أعضاء النادي الأهلي في الحجز لمدة أسبوع في هذا المصيف سيتقدم وستجرى القرع العلنية أمامه ليتم تحديد الأسبوع إن شاء الله اللي هيقدر يظفر به أو يفوز به وإن شاء الله الأسعار كالعادة هتكون في متناول جميع بالإضافة إلى الشاطئ الخاص والمتميز المخصص لأعضاء النادي الأهلي وطبعاً مش قريب من الفندق هو في مكان آخر وتم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي للبحث عن ألية محترمة يدير بها النادي الأهلي هذا الشاطئ اللي يكون طبعاً مسبوح فقط لأعضاء النادي وضيوفهم طبقاً لمعايير وضوابط محددة كعهد النادي الأهلي فده الحياة دي من الأخبار السارة اللي بنزفها لحضراتكم لأنه فيه متنفس طبعاً مهم وهيلبي رغبات وتموح أعضاء النادي الأهلي في مصيف في الساحل الشمالي غير مطروح وفاتني بس أني أقول لحضراتكم أنه هيكون فيه أولوية للأعضاء الذين لم يكن لهم الحظ في الحجز فيه معسكر أو مصيف مرسى مطروح الحقيقة أنه أيضاً مجلس الإدارة النهاردة استمع إلى شرح وافي وعرض من الدكتور محمد الصبان مستشار مجلس الإدارة التكنولوجيا المعلومات عن رؤيته للمرحلة المقبلة والتحديث والصورة التكنولوجية الخاصة بهيكلة النادي الأهلي تكنولوجياً خلال المرحلة المقبلة بالإضافة أيضاً أن الأستاذ حازم هاني مستشار مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والارتفاع بقى بمستوى العاملين في النادي الأهلي وهيكلة الحقيقة شؤون العاملين وتزويد كل العاملين بمهارات تتسم وتتسق الحقيقة مع العصر وبما يليق أيضاً بالنادي الأهلي أيضاً الأستاذ حازم عرض هذه الصورة اليوم على مجلس الإدارة ووافق عليها مبدئين خلونا نقول لحضراتكم آخر قرار وهو قرار الحقيقة مهم وما كناش الحقيقة نتمنى أبداً أنه مثل هذه الأمور تدار على العلن مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين هو في شراكة مع شركة بريزنتيشن ومش مجرد راعي للنادي الأهلي النادي الأهلي ومجلس إدارته بيحمل لها كل تقدير واحترام وفي عقود وهذه العقود الحقيقة دائماً بنقول أن العقد هو شريعة المتعاقدين وعلى الأطراف كافة أنها تعمل على تنفذها والالتزام بيها وطبعاً احترامها مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة خاد قرار خلوني أقول لحضراتكم نصاً نظراً لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقصاط المستحقة للنادي الأهلي مقابل عقد حقوق الرعاية وعقد حقوق البث التلفزيوني وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق وأن أرسلها النادي للشركة بشأن تلك المستحقات والغرامات المترتبة عليها فإن النادي مضطر لمنع الشركة من الدخول إلى المباريات المملوكة للنادي الأهلي في بطولة الدور العام بدءاً مباراة النادي مع فريق نادي سموحة بتاريخ 11.05.2019 يعني يوم السبت القادم زي النهاردة وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة زي مؤتراً حضراتكم طبقاً للعقد هذه كانت أهم وأبرز قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت في جلسته اليوم المنعقدة بمقر النادي بالجزيرة 14 برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكر حضراتكم ودائماً نادي الأهلي في المقدمة إليك المايكروفون والفرصة كاملة زميري العزيز أمير هشام والكابتن محمد عبد الجليل شكراً لكم جميعاً بشكرك يا أستاذ شريف شكراً جزيلاً أستاذ شريف فؤادة المتحدث الإعلامي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي واللي قال لنا بعض القرارات الهمة للناتجة